كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وعرب رئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهانيه وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داعيا الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات نحو مستقبل يسده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار الرجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهنيهم لسيادته متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء